بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته لوم الدين أما بعد حديثنا الليلة حديث خاص الرجل خاص أما عثمان فتفرد له فصول إن تكلمت عن الحياة فهو عثمان وإن تكلمت عن التواضع فهو عثمان وإن تكلمت عن الجود والسخاء والبدل والعطاء فهو عثمان وإن تكلمت عن بكاء الليل وقيام الليل فهو عثمان وإن تكلمت عن التضخية لهذا الدين فهو عثمان سئل الإمام علي عن عثمان بن عفان قال ذلك رجل يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين تسألوني عن من؟ عن رجل يسمى في السماء ذا النورين تسألون الإمام علي عنه؟ إنه عثمان ولد بعد النبي بست سنين فهو أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بست سنين كان رجلا ربعه لا طويل ولا قصير رقيق البشرة عظيم اللحية بعيد ما بين المنكبين رجل قبل الإسلام في الجاهلية محبوب في قريش كل الناس تحبه تعرف لماذا؟ لأنه ثري ومتواضع وقل ما تجد ثريا متواضعا قليل فأغلب الأثرياء يتكبرون ويتغطرسون ويرون أن لهم فضلا على الناس إلا عثمان فهو الثري بماله لكنه الفقير بتواضعه أحبه الناس جميعا هذا الرجل لم يسجد لصنم في جاهلية قبل الإسلام ما سجد لصنم بل كان أبعد الناس عن الفواحش وكان يستنكرها قبل الإسلام كيف يأتي الناس الزنا وكيف يشربون الخمر وكيف يفعلون الفواحش قبل الإسلام هذا الرجل إنه عثمان بن عفان أراد أن يتزوج ابنة لأحد بل لأفضل الناس في قريش ابنة من؟ ابنة النبي كان يريد الزواج منها ابنة النبي رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى الزواج منها لكنه لم يستطع زوجها النبي من؟ ابن عمها عتبح ابن أبي لهد تزوج الرقية بنت النبي فحدنا عثمان وضاق صدره وكثر عليه الهم ومرت الأيام حتى جلس يوما من الأيام هذا قبل إسلامه جلس يوما من الأيام في بيته فجاءتهم خالته خالته كانت امرأة عاقلة سعدة بن سكريس وعثمان معروف بعقله ورجاحة عقله في الناس عنده خالة عاقلة مثله فجاءته فسألته ما بالك مهموم يا عثمان؟ فأخبرها كان يتمنى الزواج من رقي لكن لم يستطع فقالت له أو أبشرك؟ قال بما تبشريني؟ قالت نبي ضهر قال ماذا؟ قالت نبي ظهر يدعو إلى عبادة الله وحده وترك الأصنام قال ماذا تقولين؟ يقول خرشت وأنا أفكر في كلامه ماذا تقول نبي؟ منا؟ يدعو إلى عبادة الله؟ وعثمان كان يتمنى هذا منذ زمن فلقي من في الطريق لقي أبا بكر فقال له يا أبا بكر أسمعت ما قالت خالتي؟ قال ماذا قالت؟ قال تقول أن هناك نبي يدعو إلى عبادة الله ونبد الأصنام قال صدقت خالتك؟ قال ماذا تقول أنت؟ قال يا عثمان أنا عرفك أنت رجل عاقل حازم لا يشتبه عندك الحق والباطل ألا ترى ما يعبد قومنا؟ قال ماذا؟ قال يعبدون حجرا لا يسمع ولا يبصر هذا من؟ هذا أبا بكر يكلم عثمان في الطريق قال يعبدون حجر لا يسمع ولا يبصر وإن هذا النبي يدعو إلى عبادة الله وحده قال من هو؟ قال إنه محمد عليه الصلاة والسلام قال الصادق الأمين قال نعم إنه الصادق الأمين قال أين هو الآن؟ قال هو في بيت فلان قال خذني إليه قال عثمان فذهبت فدخلت على النبي إن شرح صدره الآن يقول دخلت عند النبي يقول ما إن امتلأت عيني به وسمعت أذني كلامه إلا إن شرح صدري للإسلام فقال عثمان أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أفمن شرح الله صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه عثمان حداه الله تعرف لماذه؟ ليصبح ممول هذا الدين الجديد ليصبح عمدة هذا الدين بماله وإنفاقه فالدين يحتاج أمثال عثمان دخل عثمان الإسلام وما مرت الأيام إلا وأضو لهد يبدأ بالإيذاء لرسول الله عم النبي بدأ بالإيذاء بدأ يحفو التراب بدأت زوجته أم جميل بخفتها تفعل مثل فعله حتى أنزل الله جل وعلا تبت يداء بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب لن يستفيد من ماله سيصلى نارا ذات لهب فهددت أم جميل النبي فقال الله جل وعلا وَأَمْ وَرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبَ مثله في جيدها حبل من مسد ذهب أبو لهب إلى أبنه عتبة فقال يا عتبة طلق رقيه يريد أن يؤذي النبي بابنته قال ماذا يا أبي لماذا يا أبي قال لا تستحق أن تكون زوجة لك طلقها يا أبني فطلقها عتبة ورجعت رقي مطلقة إلى بيت أبيها ففرح في ذلك اليوم من أثمار بن عفان إنه يوم يصاهر من الصادق الأمين يصاهر من نبي الأمة الذي حبه تعلق في قلبه كان يريدها من قبل الإسلام فلما أسلم ازداد شوقه لها ما مرت الأيام إلا خطبها فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يزوجه فلدة كبده يعطيه رقيه فصار صهر النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه النور الأول هذا النور الأول فصار عثمان ذو النور هذا النور الأول وصار زوجا لها فعذب عثمان المحبوب المحبوب في مكة يعدد حتى تضايق عثمان لم يستطع أن يتعبد ربه ولا أن يذكر ربه استأذن الرسول أن يخرج أن يهاجر من مكة ولما يا عثمان يريد أن يصيح في الأرض يتعبد الله عز وجل وكأن الله أشار إليهم بهذا قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة كأن الله أشار للصحابة من الذي يمنعكم عن الهجرة حاجروا من تضايق في العبادة اليخرى خرج أبو بكر خرج كثير من الصحابة قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تاجر ضحى بتجارته ضحى بسوق ضحى بزبائره ضحى بقوافر التجارة كلها لأجل ماذا أن يهاجر لله فهاجر الهجرة الأولى مع رقيا الحبشة وأخذ يتعبد ربه سنين ثم لما اشتاق إلى النبي اشتاقت ابنته لأبيها رجع مرة أخرى وظل يصابر في مكح يتحمل العذاب ويتحمل الكلام ويصطبر مع الناس حتى أذنهم بالهجرة فهاجر إلى المدينة ما مرت سنة وسنتين في المدينة إلا أصيبت رقيا بالمرض بنت النبي بمرض شديد وجاء وقت معركة بدر فقال عثمان يا رسول الله أريد الخروج معك في الجهاد فقال له النبي بل امكث اجلس يا عثمان يجلس مع من قال مرد رقيا رقيا بحاجة إليك ولم يكن النفي رعام من شاء يخرج يخرج ومن شاء يجلس يجلس في بدر لم يكن النفي رعاما فاستخلفه النبي على رقيا فلما عاد النبي من بدر رأى أن رقية قد اشتد مرضها فماتت رضي الله عنها كم حزن أثمان كم دمعك عينا المصيبة مصيبة آمن المصيبة الأولى موت حبيبته المصيبة الثانية انقطاع مصاهرته مع النبي يا لها من مصيبة لكنه صابر وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ما مرت الأيام إلا وساه النبي قال يا عثمان تريد الزواج قال نعم يا رسول الله قال أزوجك بنت الثانية فزوجه أمك الظن فسمي منذ ذلك اليوم بذن نورين أعطاه النبي نورين رقية وأم كلثون أسألكم بالله هل سمعتم في الأخبار وقرأتم في القصص وسمعتم في الآثار أن نبيا زوج ابنتيه لرجل أي نبي بل ليس أي نبي إنه خير الأنبياء والمرسلين زوج ابنتيه لعثمان ثم ماتت أم كلثون بعد سنين قال النبي والله لو كانت عندي بنت ثالثة لو زوجتها عثمان أي ثقة هذه وأي حب هذا رقية لما زفت إلى عثمان في مكة لما زفت إلى عثمان يقولون رقية كانت جميلة بنت النبي وكان عثمان أيضا جميلا كان بهي الطلعة حتى كان يقولون لهما في الزفاة من جمالها وجماله كان يشعرون أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان أحسن زوجين من جمالهما ومن أخلاقهما النبي يأتي إلى رقية في ليلة العرس يقول لها يا رقية يا رقية أحسن إلى أبي عبد الله إلى عثمان أحسن إلى أبي عبد الله فإنه أقرب الناس من أصحابي بي خلقا أقربهم خلقا بي أثمان بن عثمان مرت الأيام والتاجر رضي الله عنه يعمل بالتجارة وينفق على الفقراء والمساكين حتى جاءت غزوة من الغزوات اسمها تبوك شف ما الذي حصل تبوك كان الصحابة كثر والذين أرادوا الجهاد بلغوا ثلاثين ألفا والنبي ما كان عنده ما يجهزه بهم ما عنده جاء الناس من البوادي ومن القرى يريدون الجهاد مع رسول الله ما عندهم شيء فدعا النبي الناس للصدقة فجاء أبو بكر في ذلك اليوم بكل ماله وعمر بنصف ماله وجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاق قال ما أبقيت لنفسك يا عبد الرحمن قال أربعة الأخرى نصف ماله قال بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت حتى جاء دور من؟ عثمان إلى الآن الجيش لم يجهز إلى الآن الجيش فيه حاجة كثيرة فقال النبي من يجهز جيش العسرة وله الجد من جهز جيش العسرة غفر الله ذنب وكان لعثمان قافلة كادت أن تسير إلى الشام محملة بأقتابها وأحلاسها بكم؟ بكم مئة بعيد كلها محملة كلها محملة وكادت أن تسير إلى الشام فأسرع عثمان هذا يومه وهذا وقته من يمول الإسلام غير عثمان فنادى أن تقف هذه القافلة وأن تلغى البيعة وأن تبطل كل الصفقات ويأتي بالقافلة مئة بعير بأقتابها وأحلاسها فيتصدق بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكتفي عثمان ما رضي ذهب إلى مئة أخرى من العبل فتصدق بها ثم مئة ذالثة فتصدق بها ثم مئة رابعة فأوصلها عثمان في ذلك اليوم تسعمائة وأربعين بعيرا وجاء بستين فرسا فتصدق بها ثم جاء بسبعمائة أوقية ذهب وعشرة آلاف ذرهم فنثرها بين يدي النبي نثر المال والذهب فقال النبي بعد أن نظر قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم مثل الذين ينفقون أموالهم كل تجارته مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبثت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم بل رجع جيش تبوك وبقي كثير من الإبل ومن الأموال التي تصدق لها عثمان فقال النبي ردها لعثمان صاحبها قال والله لا أخذ منها شيئا لا أخذ منها شيئا شيء تصدقت به لله لا أرجع منه شيئا احتاج النبي إلى بئر شوف التجار الصالحين انظر لأصحاب الأموال الصادقين احتاج النبي إلى من يحفر بئرا تسمى بئر روما احتاج المسلمون إلى الماء والماء هو لب الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي فانتدب النبي التجار قال من حفر بئر روما فله الجنة من حفر بئر روما فله الجنة من لها غير عثمان انه عثمان بن عثمان قال فحفر البئر وعادها مرة أخرى كان عثمان كل جمعة كل جمعة تعرف ماذا يفعل يعتق عبدا ويفكر قرح كل جمعة عند من العبيد واحد يعتقه ويشتري يأتي إلى الناس من عنده عبد فيقول الرجل أنا عنده عبد بكم تبيعه يقول بكذا بأي ثمن يزيدون السعر لأن عثمان الشارع يعرفون يشتري يشتري فيشتري عثمان كل جمعة يعتق اثنين عبدا من عبيده وأحد الرقيق من الناس يشتريه ثم يعتقه لله عز وجل فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يوم من الأيام أراد الصحابة أن يدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال من الطارق من المستأذن قالوا أبو بكر قالوا أذنوا له وبشروه بالجنة دخل أبو بكر ثم طرق الباب آخر قال من قال قالوا عمر قال أذنوا له وبشروه بالجنة ثم الثالث من قالوا عثمان قال أذنوا له وبشروه بالجنة على بلوى ستصيبه أي لن يموت موتة عادية سوف تصيبه بلوى يدخل بسببها الجنة إنه عثمان وطال من تظر وطال من تظر وصية النبي مصيبة تصيبه ويموت شهيدا ثم يدخل جنة أرضها السماوات والأرض تقول عائشة كان النبي جالسا وقد حسر عشيء من فخده فطرق الباب أبو بكر قال من قال أبو بكر تقول عائشة فدخل أبو بكر والنبي على هيئته ما قام عليه الصلاة والسلام صاحبه فدخل يحدثه تقول ثم طرق الباب آخر قال من قالوا عمر فدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي على هيئته ولازال النبي يحدثه وهو على هيئته ثم الثالث قال من قالوا عثمان تقول عائشة فاعتزل النبي وأنزل ثوبه فقالت له يا رسول الله لم يعني تعتدل لما دخل أبو بكر وعمر واعتدلت لما دخل عثمان قال ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة ألا أستحي من الرجل تستحي منه الملائكة ملائكة الرحمن ملائكة الله التي بعضها بصيحة دمر أمة من الأمم التي بعضها بجناح قال بقرية بأجمعها التي بعضها تحمل العرش تستحي من من؟ تستحي من عثمان بن عثمان وفي رواية قال النبي لما سألته عائشة قال خشيت قال خشيت أن إذن أذنت له وأنا على تلك الحال يعني وأنا كاشف عن شيء من فخري وجالس قال ألا يطلبني حاجته يعرف عثمان عثمان استحي بل كان عثمان من شدة حيائه يقول عن نفسه من اغتسل يوما من الأيام وقد نزع إذاره يغتسل وإذاره عليه من شدة حيائه يقول أعلم أن الله ينظر إليه كيف أتكشه هذا عثمان يقول النبي يوم أشد أمتي حياء أثمان بن عفان حياء لا يتي إلا بخير فلا والله ما في العيش خير وللدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء والله الدنيا ما فيها خير إذا الإنسان ما يستحي ولهذا كما جاء في الحديث إذا لم تستحي تصنع ما شئ أثمان عجيب أثمان يروى عليه أنه كان يقوم الليل بالقرآن كله هل تصدق؟ بل يقولون ختم القرآن كله بالليل بركعة فاستنكر عليه رجل قال يا أمير يا عثمان يا عبد الله ختمت بركعة ما صلت ركعة ثانية قال إنما هي وثري ختم القرآن بالوتر من؟ إنه عثمان بن عفان يقوم الليل عنده خدم ما يقض أحد من الخدم يساعده بالهوووو فيقولون لو يعاتبون أهله هل لا يقفت أحد من الخدم يعينك على الوضوء؟ يقول لا الليل له استريحون فيه الليل له استريحون فيه قال ابن عمر أنزل الله في عثمان أم من هو قانت آناء الليل انظر إلى ليل المسلمين اليوم وليل عثمان ليل عثمان قرآن وبكاء وصلاة وسجود وركوع أم من هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة نزلت في عثمان أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون يقول لأصحابي يوما قال والله لو طهرت قلوبنا لو قلوبنا طهرة ما شبعنا من كلام الله الذي يختم القرآن بليلة يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله أما الناس اليوم كأنه وقعت فينا الشكوى فقال الرسول يا ربي إن قومي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مجورا كأن الناس اليوم لا يبالوا بالقرآن ينتظر رمضان حتى يختم فقط لا يختم من لا في رمضان أين هو من القرآن عثمان سوف ترون كيف ختمت حياة عثمان ليله قرآن نهاره صيام لسانه رطب بذكر الله يوم من الأيام في زمن أبي بكر حصلت مجاعة قح كيف ختمت حياة عثمان ليله قرآن نهاره صيام لسانه رطب بذكر الله يوم من الأيام في زمن أبي بكر حصلت مجاعة قحر جاء الناس كثر الفقراء كثر المساكين والناس تريد أكلا وشربا ما عندهم في زمن أبي بكر فإذا بعثمان تأتيه قافلة مبارك هذا الرجل جاءته قافلة من الشام فتوافد عليه التبجار فقال له يا عثمان يا عثمان أنا أشتريها منك قال بكم قال العشرة بأحد عشر قال الثاني أنا يا عثمان العشرة بإثنى عشر قال الثالث أنا يا عثمان بثلاثة عشر قال الرابع بأربعة عشر قال إني وجدت تجارة الخير من هذه قالوا كم قال الدرهم بعشرة الدرهم بعشرة هل تطيقون هذا قالوا والله ما نطيق قال هذه تجارة مع الله عز وجل أيها الناس إني وهبت القافلة للفقراء والمساكين فإذا بالفقراء يأخذون وإذا بالمساكين يأخذون قال إني وهبتها لكم بلا ثمن أولئك يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن التجارة مع من؟ مع الله جل وعلا ولهذا عثمان أكثر الله مالا وزاد الله في رزقه ليش؟ ما وجد مجالا للصدقة إلا وأعطاء مجالا للإعطاء إلا وأعطاء سخي معطاء كريم جواد في فتوحاته في خلافته فتح الله عز وجل على المسلمين فتوحات سمعتم بمنطقة اسمها أرمينيا فتحت في عهده القوقاز فتحت في عهده خراسان بسط المسلمون حكم الإسلام في عهده قبرص في عهده كرمان في عهده أكثر بلاد أفريقيا في عهد من؟ عثمان بن عفان الرجل البطل شجاع الذي كان يسير الجيوش بل يقال أن المسلمين ما أحس بالرخاء والنعيم إلا في عهد عثمان وجعل رزقي تحت ظل رمحي في عهد عثمان بدأت العطايا وبدأ النعيم إمام عادل خليفة الراشد بل كان يعطي الناس رواتب ويوزع الغنائم ويعطي الناس كسوة ثياب حتى الثياب على الخلافة وكان أحيانا يوزع على الناس سمنا حتى خواص الطعام بل كان يوزع عليهم عسلا وأكثرهم ما ذاقه منذ زمن وكان يعطيهم طعاما ما ذاقوه أبدا أثمان بن عفان كرمه جعل الناس يشعرون بالغناء والثراء جاءه حذيفة يوما قال يا أمير المؤمنين أدرك الناس قال ما الخبر قال الناس يختلفون قال بماذا يختلفون قال يختلفون بالقرآن قال كيف قال قراءتهم تختلف والقرآن نزل على عدة ألسنة قراءات والناس في ذلك الزمان بدأوا يختلفون كل منهم يخطئوا صاحبه الذي عندي خير من الذي عندك يقول الثاني بل الذي عندي خير من الذي عندك قال أدرك الناس يا عثمان أبو بكر جمع القرآن بمصحف أما عثمان فالوضع أصحف والأمر أكبر ودخل في المسلمين حديث عهد بإسلام واندس المنافقون وكثر غير العرب ودخلوا بين الناس وضعوا فاللسان من كثرة الفتوحات قال أدرك الناس فإذا بيعثمان استشيروا أصحابه فاستقر على رأيه قال أرسلوا إلى حفصة حفصة بنت من؟ بنت عمر قال أرسلوا إليها تعطينا المصحف الذي جمعه أبو بكر فجاءت حفصة بالمصحف فقال عثمان بن عفان أين زيد بن ثابت؟ نادوه جاء زيد أين عبد الله بن الزبير؟ نادوه ثلاثة أربعة خمسة من الصحابة من علماء الصحابة ومن خلص الصحابة جلس معهم عثمان قال هذا المصحف الذي جمعه أبو بكر أطلبوا منكم أن تنسخوه نسخوا مراجعة مجموعة من الصحابة بدأوا ينسخون المصحف فلما نسخ مصحف الذي كان عنده حفصة أكثر من نسخة أرجع النسخة الأصلية إلى حفصة ثم أرسل النسخ إلى الولاة أن اعتمدوا هذا القرآن وما سواه فأحرقه وجمع الناس على كلمة واحدة وإذا بالناس تتآلف قلوبهم وترجع الأمة أمة واحدة دائما يبكر إذا مر بالمقبرة مكا وإذا رأى جنازة بكا وإذا دكر الموت بكا وإذا دكر القبر بكا ما بالك يا عثمان كلما دكر الموت بكيت قال تعرف لمن قالوا لما قال إنه أول منازل الآخرة فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف وإن شدد عليه كان ما بعده أشد نعم إن عثمان رضي الله عنه يعلم أن الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعوا لعلي أعمل صالحا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا مبشر بالجنة وهو يخاف من القبر مبشر بالجنة مشهود له بالشهادة في سبيل الله يخاف من الموت يخاف من القبر ماذا نصنع نحن ماذا نقول نحن عثمان بن عفان يقول والله لو كنت بين الجنة والنار شوف الكلام لو كنت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيهما أصير ما أدري الحساب على أي شيء يمتهي يقول لتمنيت أن أكون رمادا لتمنيت أن أكون طرابا الذين يؤتون ما آتوا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل خوف لما أنهم إلى ربهم راجعون هذا الذي بشر بالجنة يقول هذا ماذا نقول نحن كان عادلا كان منصفا عنده خدم مرة مرة غضب على خادم ضرب لا مسك أذنه ففركها مرة من المرات وهو بشر يغضب فلاداه عثمان تعال أيها الغلام فرجع ما صنع شيء عثمان نستضرب وتجلد وتعذب هو فرك شيئا من أذنه يا ظلام ارجع فرجع قال افرك أذني عثمان يقول للخادم للغلام قال افرك أذني قال لا يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين وسيده قال لا لا أفعلها قال بل تفعل قال كيف يا أمير المؤمنين قال افرك أذني رضب عليه عثمان قال كيف يا أمير قال أقول لك اسمع وعمل فمسك الغلام أذن عثمان فقط مسكه قال اشدد ما فعلها كيف يفعلها قال اشدد يا غلام فإن قصاص الدنيا أرحم من قصاص الآخرة فإني اقتص مني في الدنيا ولا تقتص مني في الآخرة تعرف ليش والذين هم من عذاب ربهم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون صلى الفجر يوما هو الخليفة وبعد صلاة الصدق قال الناس اجلسوا قال هذا الوليد بن عقبة تعرف من الوليد بن عقبة أخو عثمان من أمه أخوه من أم واحدة فقال الناس هذا الوليد بن عقبة ثبت عليه شرب الخمر قال هل من شاهد فقام بعض الصحابة يشهدون فإذا به يأمر أمام الناس أن يوجلد ليبين للناس أن هذا الحكم هذا حكم الله لو أن فاطمة بنت محمد انسرقت لقطعت يدها ما في مجاملة هذا أخي وهذا أبي وهذا عمي وهذا ابن فلان حكم الله ينفذ هذا عثمان بن عفان يريد أن يبين لهم أن حكمه كما قال الله وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به في ذلك اليوم بل في تلك الأثناء بدأ المنافقون عند السن وكثروا أداء الدين وبدأ الذين يظهرون الإسلام يبطلون الكفر يكيدون المأمرات قتل من؟ عمر وانكسر باب الفتن وبدأت الفتن تموج في هذه الأمة منذ أن قتل عمر وإذا بالمندسين في المدينة يبدأون يثيرون الفتن كيف يثيرونها؟ يتمسكون ببعض الزلات إن كانت زلات على عثمان فينشرونها بين الناس يبحثون السقطات حتى يؤلب الأمة على إمامها وعلى حاكمها فبدأوا ينشرون بين الناس انظروا لعثمان وليقرباء ليس هو الذي ولاهم في أهد عمر وأبي بكر وكانوا من خلص الصحابة ولاهم ليسوا لأنهم أقرباء ولا كل الناس بل أقام الحد على أقرباء عثمان هو العادل قال انظروا لي عثمان خليفة المسلمين حتى بدرا ما شهدها شوف الخبث هم يعلمون أن النبي خلفه على رقيه وبدأ يثيرون الفتن ويثيرون حتى سموا بالثوار سمهم ما سسمهم لكنهم ضلال أهل زيغ والحراف حتى جاء رجل من بعيد شوف مسافر من بلد بعيدة آلاف الكيلومترات فقط على شأن يتأكد من زلات عثمان شوف هذا المرض الذي وجد منذ ذلك الزمن فجاء الابن عمر قال أسألك بالله أصدقني قال اني أصدقك ابن عمر يكذب ما يكذب قال هل شهد عثمان بدرا قال لا والله ما شهده قال هل فر يوم واحد تعرفون في وقت بعض الصحابة تراجعوا لما ضنوا أن النبي مات قال نعم قال هل شهد بيعة الرضوان قال لا فقال الرجل الله أكبر الله أكبر خلاص يعني كأنه الآن حصل على التأكيد أن عثمان ضال أن عثمان منحرك أن عثمان لا يصمح للولاية شوف الخبط شوف الشيطان كيف يدخل وهذا المرة للأسف ما صارف الإنسان يغلب إساءة الضم على إحسانه عدم التثبت والتبين البحث عن السقطات والزلات مرض مدمر فقال له ابن عمر تعالى 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 وحدثوك عن الثلاثة ابن عمر ظن أن الرجل يتثبت من أمر علمي ما علم أن الرجل مريض قال تعالى تعالى وحدثوك أما إنه لم يشهد بدرا لأن الرسول خلفه على ابنته رقية وكانت مريضا الرسول خلف أما إنه فر يوم أحد فإن الله عز وجل عفى عن الناس ولقد عفى الله عنكم توقف على رجل عفى الله عنه أما إنه لم يشهد بيعة الرضوان فإن البيعة مكانت إلى اليجره فإن النبي لو وجد أحدا أعز عليه من عثمان لا أرسله أرسل عثمان إلى مكة فلما ظن الناس أن عثمان قتل بايع النبي بيعة الرضوان ثم قال النبي هذه يدي عن عثمان فبايع النبي عن عثمان اللي عرفان فكأنه شهد البيع عثمان الرسول بايع ثم بعد هذا تنقمون على عثمان لكن الخبث استمر والفتنة ازدادت والمنافقون مندسون والطابر الخامس يعمل وأهل الزيغ والنفاق يتكاثرون وبدأت الفتحات والمدينة اختلطت وكبار الصحابة قتلوا ومنهم من استشهد ومنهم من يفتح الأمصار ومنهم على الولايات فدخل المدينة من دخلها حتى بدأ الخوف والخطر يصل إلى بيت عثمان تجمع الصحابة ماذا نفعل ماذا نصنع ثوار تكافر والناس تكلمون وفي القوم شر جاءوا من بلاد بعيدة ما ندري من أين جاءوا وماذا يريدون يضبرون الشر بأمير المؤمنين شف الخبش والنبي قال لعثمان يا عثمان إن الله سيلبسك قميصا وأن المنافقين يريدون أن ينزعوه عنك فلا تنزعه والقميص والخلاف فجاءوا لعثمان قالوا له يا عثمان قبل هذا عثمان كان مع الصحابة في البيت فكأنه تشاور مع الصحابة فذهب فسمع الناس في الخارج يتكلمون فرجع إلى الصحابة قال لهم لأصحابه شف شف القصة قال لهم أتعلمون ماذا يريدون قالوا ماذا يريدون يا أمير المؤمنين قال يريدون قتلي أثمان متعجل ثم قالوا لم يقتلونني ليش يريدون قتلي فوالله لقد سمعت النبي يقول لا يحل دم مرئ مسلم إلا بإحتثلا كفر بعد إيمان وزرا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس أما والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام هذا عثمان وما من ديني نحب إلي من هذا الدين بعد أن هداني الله وما قتلت نفسا فليما يقتلونني شف كأن العبر تخلقنا ونحن نسمعه عثمان متعجل حاصروه أربعين يوما منعوا عنه تعرف إيش الماء ولا زال الناس يشربون بإرارومه الله أكبر يشربون من مائه ويمنعون عنه الماء خرج إليهم في الشرفة يوما أربعين يوما ويكيدون به فقال أيها الناس إني سائلكم فأصدقوني الأمير يخاطب الرعية إني سائل أصحاب النبي يعني غير الأصحاب تركوهم أصدقوا الأصحاب أنشدكم الله أما تعلمون أن النبي قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة وقد جهست جيش العسرة كله فلم يبقى الناس يحتاجون إلى عقال قال الصحابة أي والله نشهد يا عثمان قال أسألكم بالله ألم تعلم أن النبي قال من حفر بإرارومة فله الجنة أما تعلمون أني قد حفرتها قال الصحابة أي والله نشهد قال إذن لم تقتلونني ثم رجع أثمان لكن الخبث موجود لكن الشيطان من بس رضي بالتحريش بينكم وتلك الفتنة بدأت ورفع السيد ولن يقف الفتنة ازدادت جاء أبو هريرة رافع سيفه رافع سلاحه فدخل على عثمان قال يا عثمان دعنا نقاتلهم صحابة كذر أبطال رجال قال يا أبا هريرة قال يا أبا هريرة والله لو قتلت رجلا واحدا منهم كأنما قتلت الناس جميعا جاء الشباب جاء الحسن جاء الحسين جاء بن الزبير جاء الشباب الصحابة يريدون القتال كلهم متجهزين فقال لهم عثمان بن عفان قال أناشدكم الله أناشدكم الله ألا تراق محجمة دم بسببه لا تقتلوا أحدا لأجليانا يريد أن يفدي الأمة بدمه خلاص يقرب نفسه لله هو منتظر المصيبة التي سوف تأتيه على بلوى تصيبه دخل عليه من؟ علي متجهز علي تسلح مع ابنه الحسن قال يا ابني تعال معي قال إلى أين؟ قال إلى عثمان فدخل الحسن مع علي إلى عثمان بن عفان فقال علي يا أمير المؤمنين نقاتلهم قال والله ما تقاتلهم قال بل نقاتلهم كأن علي أخذ في نفسه ليش؟ لما يرضى أن نقاتل الناس دونه فما رضي عثمان فرجع علي لما يأمرنا أن نقاتل الناس ويجب أصهم يقاتل دون الإمام فخرج عثمان على أصحابه رأى أصحابه فيهم ثورة أن يقاتلوا دونه قال ألست أميركم؟ قالوا بل ألا تجيب طاعة الأمير؟ قالوا بل قال فإني آمركم أن يلزم كل منكم بيته اجلسوا في بيوتكم ومرت الأيام أربعين يوم محاصر عثمان مع زوجته ويقرأ القرآن ويقوم الليل حتى جاء ذلك اليوم وعمره طبعا أكثر من ثماني سنة عثمان بن عثمان ماذا يريد؟ خلافة لا يريدها الملك لا يريده هو التاجر الذي ضحى بأمواله ماذا يريد؟ لا يريد شيئا حتى جاء لي خدمه فوجد الخدم متسلحين الغلمان فقال لهم عثمان من أغمد سيفه فهو حر فأغمد الغلمان سيفهم أحرار شو يرغبهم؟ يحصن دماء المسلمين ويحقن دماء المسلمين حتى وصل إلى بيته فنامت الكليلة فرأى في المنام النبي وأبا بكر وعمر رأى الثلاثة وكانوا يأكلون فقام عثمان ليأكل معهم قالوا لا يا عثمان صم صم غدا فسوف تفطر عندنا غدا تفطر عندنا ليس اليوم فأصبح عثمان صائما ومسك المصحف وأخبر زوجته بهذا وهو ينتظر الشهادة في شبيل الله فدخل أول رجل عليه والصحابة جلسوا في بيوتهم أمر من الأمير فدخل أول الناس في بيته فلما رأى زوجة عثمان لطمها ضرب من؟ زوجة عثمان فنظر إليه عثمان قال ما بالك يا رجل قطع الله يديك ورجليك وأعمى عينيك وأدخلك النار يقول الرجل فأخذتني رعدح خف فهرب ما عمل شيئا ثم تكاثر الثوار فدخل الناس عليه في بيته وهو يقرأ القرآن وليبال بهم فمسكه أشق القوز من لحيته ثم أخذ الخنجر وطعن عثمان تسعة طعنات وأول قطرة دم سقطت على قول الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سقطت دم على المصحف سالت دم بكت زوجته قال الطائم الخبيث قال تسع طعنات ثلاث لله وست لشيء في صدري كذب فالتسع كلها ليست لله فدا عثمان الأمة بدمه سالت دم سشت بكت الزوجة ما بكت على زوجها فقط قالت قتلتموه وإنه ليحيي الليلة بالقرآن قتلتموه وإنه ليحيي الليلة بالقرآن ماذا حصل للذين قتلوه يقول يزيد بن حبيب يقول أكثر الذين دخلوا على عثمان أصيبوا بالجنون آخر حياتهم يقول أبو قلابة كنت في الشام يقول كنت في الشام يقول فرأيت رجلا يصيح يا وإله النار يا وإله النار يا وإله النار يقول فجئت إلى الصوت انظر من هذا الرجل فإذا رجل قطعت رجلاه وقطعت يداه وعمي بصره فقلت ما شأنك يا رجل قال أنا دخلت على عثمان أول من دخل فلطنت زوجته فقال لي يا رجل ما لك قطع الله يديك ورجليك وأعمى عينيك وأدخلك النار قال أما يداي فقطعتا أما رجلاي فقطعتا أما عيناي فذهبتا ولم يبقى إلا النار يا وإله النار يا وإله النار قتل عثمان وفد الأمة بدمه ولحق برفقائه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لعل إن شاء الله في الأسبوع المقبل يكون حديثنا مع البطل مع الشجاع مع الذي يحبه الله مع حيدرح مع علي أبي الحسن ابن أبي طالب نسأل الله جل وعلا أن يبقينا حتى نتلذذ بسيرته العطرة في الأسبوع المقبل استودعكم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين